موضوع في غاية الأهمية في غاية الأهمية مكتوب أنه الله خلق الإنسان على صورته ومثاله لكن من البداية منشوفه أنه في حرب شعواء حرب ضارية وضروس حرب يعني ضد أولاد الرب اللي شنها الشيطان إبليس أعطينا فكرة يعني في البداية على إيه اللي إحنا ممكن نتوقعه حتى نفهم الهوية عشان أدي خلفية لإخواتي المشاهدين كتير ذهننا بيروح على الحياة الروحية أو الحياة المسيحية إزاي أنه ربنا بيحبنا أنه ربنا موجود وأنه لازم نخلي بأننا عشان ما نقعش في الخطيئة عشان نرضي ربنا دي تقريبا الخطوط العريضة اللي الناس كتيرة بتفكر أنه لما تفكر في المسيحية وطبعا أنه فيه صليب وأنه رب شال خطيئنا وده كلام سليم مئة في المئة بس فيه شيء كأنه في الجزور من تحت في الأساسيات ناس ما بتاخدش بالها منها وزي ما حضرتك تفضلت وقلت كده موضوع الهوية ده ممكن لما حد يسمع على العنوان ده يقول يا عمي ده موضوع جانبي مش انترستد قوي لكن لو موضوع مثلا عن الشفاء موضوع عن السلام عن المحبقة وكده يشد الانتباه أكتر لكن الهوية ده حاجة خفيفة لكن هو موضوع مصيري موضوع مهم جدا موضوع جوهري في غاية الأهمية جدا 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 ناس مش بتدرك وعشان كده ليه لأنه أساسا الشيطان احنا عارفين أنه هو الحية الحية الخداعة كما خدعت الحية حواء فيه خداع خداع إبليس دايما بيعمل الحية بيجي تعمل إيه إنها تعمل العملة تضرب مصيبة جامدة جدا ويتحاول إنها ما تكونش بينها أو ما تديش أهمية للموضوع فإحنا محتاجين نفهم بحسب فكرة الله إيه الحاجات اللي الروح من خلال كلمة الله بيشدنا ليه وبيقول لك يا مؤمن خلي بالك جدا جدا ده موضوع في متألة أهمية اشتركوا في القناة